اشتركوا في القناة مصلت الضوء على آخر التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الجارة تونس في الآوينة الأخيرة والأحداث كانت كثيرة كما سنربط الاتصال بضيفنا من مدينة درنة ليبيا للوقوف على آخر مستجدات الفاجعة التي ألمت بعروس شرق ليبيا ومعنا طبعا لتحليل الأوضاع في المنطقتين المحلل الحقوقي الأستاذ إبراهيم بلغيث أهلا بك أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا مرحبا مرحبا إذن إبراهيم نبدأ من تونس والخبر الذي خلق درجة في الآوينة الأخيرة والذي هزأ أوروبا بشكل خاص وتسبب فيه حسب العديد من المتابعين أو تسبب فيه الرئيس التونسي قيسي سعيد كما قيل في العديد من المقالات وهو هجرة جماعية قدرت بأزيد من ثمانية آلاف مهاجر غير شرعي إلى جزيرة لنفيدوزا الإيطالية وكان مصدرها هو تونس الواقع هذه النتيجة كانت متوقعة أحد تعريف الذكاء أننا لا ننتظر نتائج مختلفة من ملابسات متشابهة فتحت تأثير خليني نقول اليمين الأوروبي يعني خاصة رئيس الوزراء الإيطالية ميلوني اللي بنات نجمو قول مستقبلها السياسي لكلها لمسألة الهجرة وأنها كانت تقدم في روحها أنها الحل الهجرة بالنسبة للإيطاليين وكذلك معناها بالنسبة للأوروبيين وأحزاب اليمين اللي هي لاقية في أوروبا اليوم معناها صداء نجمو قوله فطبعا كان أنها عودة حلق دي متمثل في أنها تراهن على ديكتاتور يعني يقمع شعبه ومعناها يخرق حقوق الإنسان وحقوق الإنسان المهاجرين معناها تحطه كحارس لحدود أوروبا لكن كيف فعيد يرفض يقول أنه هذه كلمة حارس يرفضها يقول أنه يرفض أن تكون تونس حارسا لحدود أوروبا شوف خلنا تفهموا أول حاجة نحن عنا في القانون ما صدر من شخص لا يشكل حجة له لكن إذا كان نرجع لمذكرة التفاهم بيدها اللي قدموها ناك نموذج يمكن تصديره شنلقاو؟ نلقاو بالضبط هي مذكرة لا تفاهم لأنه كي تقرأ تقول وتتمسك تونس أو تعيد تونس تمسكها بكونها ليست حارسا لكذا أي مذكرة التفاهم نحط فيها اللي تفهمنا فيه مش طرف واحد يصرح معناها معناها هي مش متفاهمة أوروبا تعتبرها حارس وتونس تعتبر روحها مش حارس فمذكرة التفاهم هذه اللي قبلها هي سمعنا أنها شراكة استراتيجية معناها ورحلات مكوكية الميلوني لتونس وكذا في الأخر يبدو أنها إنقاذ ماء وجه لميلوني ولقيس سعيد لأنه الاتحاد الأوروبي ما هوش صحيح أنه فقط عنده سلاح التمويل معنها عنده ورقة التمويل كضغط له أهم ورقة ضغط لدى الاتحاد الأوروبي أعطاه قبل ما يقعد على الطاولة اللي هي الاعتراف بشرعية قيس سعيد وطبعا غرض النظر عن الخروقات اللي قام بها قيس سعيد لحقوق الإنسان في حق شعبه وفي حق المهاجرين الأفارقة وبالتالي قيس سعيد أصبح يناوره وأكاد أقول أنه تكتيكياً على الأقل على المدال قصير أجاد المناورة في معناها الملابسات هذه بأنه الاتحاد الأوروبي تورط معها اعترف معها قعد معها صح معاه أمضى معه واعترف به وبالتالي حتى كمشي يحكي اليوم الاتحاد الأوروبي عن ديكتاتور ولا عن خروقات الحقوق الإنسان بش تكون معناها تنقل من ناحية من ناحية أخرى التمل من الأوروبي لأنه أوروبا هو ما هوش مليون عندها سنوات لا تعرفوا ماذا تريد ولا تعرفوا سياسة في الهجرة والتنقل أنا شخصياً كنت في تونس معناها ومثل في وقت ما الهيئة الوطنية المحامين لدى اللجنة المكلفة بعدد الأليكا الاتحاد للاتفاق المعمق فنجيوا للمحور الهجرة والتنقل ما رأي يقولونا بش نخليه في الأليكا ما رأي يقولو لأ بش يفردوا باتفاق ما رأي يقولو لأ بش نرجع للسياسة جوارة الاتحاد الأوروبي فالأمور غير مستقرة بالضبط وهناك صراع هيكل أصبح غير خفي للعيال يعني في هذا التناقض الصارخ بين برلمان أوروبي متمسك بالمواقف المبدئية والديمقراطية والقانونية والحقوقية وبين الاتحاد أوروبي ممزق معناها يظهر لي خاصة ألمانيا لم تخفي امتعاضها من طريقة إعداد هذا الاتفاق ومن الاتفاق نفسه وبطبيعة قيد سعيد في هذا الاتفاق شنو اللي حقق حقق أنه الاتحاد الأوروبي أصبح من مصلحته اعتبار تونس بلد آمن لأنه اتفاقية دابلين لما وقع مراجعتها في اتجاه أنه يمكنه إرجاع المهاجرين إلى بلد عبور آمن حتى كما راجعنا همهم مش البلدهم الأصلية نرجعوا البلد عبور آمن وبالتالي أصبحوا يتفادون نقد الانتقال الغير دستوري للسلطة في تونس وخروج قد حق الإنسان في تونس ولذد المهاجرين يعني تكتسيه حقيقة معنى الوصف فصل سبعة من نظام روما جرائم ضد الإنسانية في أكثر من فقرة معنى الشيء اللي وقع والميليشيات المعنى الغير النظامية لهجمت والقوات النظامية لحملة المهاجرين هدوما ليدعيوا حتى تعرضهم للضرب لكن فهم نقل قصري وكلنا نعرفوا حكاية اللي يحطوا في الحدود وتبادل اتهامات بين حرس الحدود التونسي والليبي في وضع المهاجرين في وضعية لإنسانية وما إلى ذلك وبالتالي نحن اليوم في وضعية متع اتحاد أوروبي مفكك وتوى في اللحظة اللي نحكيه فيها هو مجتمع بشي تباحث في مسألة الهجرة معنى ها واحد وبقيس سعيد الذي أصبح طرفاً أقوى في المعادلة بتبيع نسبياً مش نحكيه طرف أقوى معنى ها هو أقوى بالاتحاد الأوروبي لكن أصبح يجيد تكتيكياً المناورة على الموضوع هنا المهتمون الذين قالوا أنه اتهموا قيس سعيد بأنه سبب هذا اليوم الأسود كما وصفته أوروبا بهجرة تقدر بأزد من 8 ألف مهاجر شرعي قيل أنه كيف للسلطات التساؤل كان وكيف للسلطات التونسية ألا ترى هذا الكم الهائل يقطع البحر حسناً هي طريقة معنى من طرق التحاول قيس سعيد لو نراه في المدة الأخيرة معنى في النشاط الرئاسي وفيه كذا يقدم نفسه على أنه قاعد يعمل في مجهود أكثر من طاقة الدولة في استيعاب هذه الظاهرة وحراسة الحدود التونسية وتصدي للمهربين اللي معنى ناس كل اللي ما تلقى ما تحكي في أوروبا وفي تونس يحكيوا عن المهربين وطيجار كذا ودرا شنو واحد مش صحيح الهجرة يحبوا يوقفوها بكل بساطة فقاي سعيد ليس جديد عليه سياسته الاتصالية هذه ويفعل ما لا يقول ويقول ما لا يفعل لكن الاتحاد الأوروبي كذلك لأنه ما نساوش الاتحاد الأوروبي قال أنه فما اختنم معنى مما قيلها حول الطاقة وحول كذا وثمانمائة مليون كذا هذا كالكل يقول لك حسب القواعد المعمول بها وبالتالي إذا كان فماش اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وتونس ما فماش يعني أنه بش يولي تبذير من تعمال الأوروبي فما إعانى قالوا هذيك بش يخوها بالوقت لكن حتى هذيك ما تصرفتش وسمعنا في الاتحاد الأوروبي شكون يطالب بقاي سعيد أنه ينفذ وسمعنا زادا أنه في تونس طريقة من الطرق أنه خلاك المجموعة هذيك تتعدى فمعنى طبعا فهي طريقة طريقة للحوار بدون كلمة النجم ننتقل إلى محور آخر وهو يخص دائما الرئيس التونسي قايس سعيد الذي أجل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية علما أنه ستصله من الاتحاد الأوروبي أزيد من مئة مليون يورو هل هذا عبارة عن ضغط أو يعني هل قد نعتبره ضغطا للتونسي على أوروبا حتى يزيد في المساعدة المالية والله يشوف فما قبل أن نترق الموضوع هذي فما خاصية واقع أصبحنا نعيشوه أولا وبالذات قايس سعيد لا يمثل تونس مش نحكي على التمثيل الدستوري وقانون وكذا لا قايس سعيد له مصالح ليست بالضرورة مصالح الشعب التونسي لأن قايس سعيد كما دي من قوله هو يبحث عن اعتراف بشرعه هو يبحث عن فك عزلة هو يبحث عن قبوله بدون أن يكون قد رزخ لمستلزمات هذا الاتفاق مع البنك الدولي أو بعنوان أكبر يعني النظام المالي العالمي الذي يعارضه قايس سعيد فهذه هذه مصالح متاع قايس سعيد ما هيش متاع تونس لما اتحاد الأوروبي يعترف بقايس سعيد وبسلطة قايس سعيد هذه ما هيش مصلحة تونس كيف كيف الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي اليوم اش نشهده نشهده صراع معناها ايديولوجي ولا حزبي فما اليمين اللي هو يحب يوظف الحكاية ويحب يحمل بقية الأوروبيين على القبول بهذا الاتفاق الغامض هو في الواقع الاتفاق يتقرأ ما تلقى شي معناها لكن ميسيق يفهم بالتالي مثلا إذا كان اللي صار المدة الأخرة صار مثلا وقت بن علي جي تونس ترفض زيارة وفد متع برلمان أوروبي وشك كبير يخيم حول موافقة الاتحاد الأوروبي على هذا الرفض حتى إعلاميا ما خلاش صادق كأنه عادي أنه يرفض تلك الزيارة من ناحية مهجلها لم يرفضها في علا لا نحكيه على زيارة متع وفد البرلمان الأوروبي قال لهم يا برلمان أوروبي أنا معناها نحن لاحظنا لكم أكثر من مرة قال لي أنتم ما معناها تعرف البرلمان الأوروبي ما تستعرفش بالالتخابات تشريعية في تونس وندد أكثر من مرة بخروقات حق الإنسان بالالتقال غير الديموقراطي للسلطة وبالتالي قيس سعيد عارف يلعب بعد تناقضات وأصبح معناها يعرف قال لي إذا كان مش يقول لا للوفد البرلماني علماً أنه قبل أسبوع من رفض هذاك استقبل أعضاء برلمان وفد ميلة اليمين ومعناها حتى في نشاطه الرئاسي معناها تم تغتيت هذا وبالتالي يعرف مليح أنه حسب الألوان السياسية يمكنه له هامش من المناورة بالنسبة الزيارة فقع تأجيلها نحكي عن الاتحاد ومش على البرلمان وقع تأجيلها ولم يقع إلغاؤها وبالتالي صحيح هو عمل شوية إخراج هكا واحد وقال في مجلس أمن قومي وما إلى ذلك تعرف أليسياد أحد المواضيع ألي هو يحب يظهر معناها محافظ عليها وكذلك لكن كنا نعرف أنه حدود معناها هذا المسألة معناها موضوعيا في عالم وعالم كما علمنا وصفة خاصة بالنسبة الوضعية التونس الاقتصادية ووضعية قيسس عيد نفس وبالتالي معناها أنه يجب نشوفه حتى كيفاش مشاهوزير الخارجية الموسكو يحكي من موسكو لكن ناس كل تعرف معناها ألي في الأخير هذا الكل مش مش يؤثر مش مسألة جذرية ما هوش تغير جذري هل قد يؤثر هذا على يعني الأزمة الاقتصادية التونسية تونس تحتاج إلى المال اليوم اقتصاديا هل قد تكون المساعدة الأوروبية لتونس نقطة إيجابية لقيسس عيد في هذا الملف طبعا هو بالنسبة لقيسس عيد يعرف أنه في الأخير معناها يمارس في سياسة حافظة الهاوية يعرف أنه في الأخير أوروبا ستمتتل حتى كيفاش نعتبره المبلغ اللي قالت أوروبا ما يتحسبش قدام مثلا ما اللي خذته تركيا نعم مبلغ تافه يعتبر لكن نظر الوضعية تونس ووضعية قيسس عيد فالمبلغ مهم والأهم منه هو الاعتراف به وما ننسوش أنه معناها المبلغ هذية بشي تعطاه دون مراعاة القوانين الجري بهالعمل يعني الاتفاق مع البنك الدولي هو شنو الاتفاق مع البنك الدولي يعني تقول البنك الدولي أن الدولة هذية اقتصادها معناها قادر على الانتاج قادر على أنها تغطي ديونها اللي اقترضت بصرف النظر على المبلغ اللي بيش تاخدوا من معنى وهذا يعني معيار بالنسبة لبقية الدول وها طبعا تعرف الاتحاد الأوروبي يعني المالة اللي بشي تعطي هو ملعام وبالتالي لا يمكن معناها اعطاه اغدائها بذل طيب قرار انفراضي آخر لرئيس التونسي وهو تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم ما الهدف من هذا التقسيم في هذا الوقت بالذات والله يشوف فكرة التقسيم ما هيش جديدة في تونس يعني البلاد التونسي ثم مع دستور 2014 وقع الحديث على مجلس الأقاليم وهنا نحكيه على في إطار الحكم المحلي وفي إطار تدبير الحر وما إلى ذلك مع قيس سعيد مسألة الأقاليم لم تطرح لا من ناحية تنموية لا من ناحية اقتصادية ما هوش تقسيم إداري جديد هو فقط تقسيم انتخابي وإسقاط للتصور الانتخابي من قيس سعيد للغرفة الثانية للبرلمان بين قوسي ولو أنه من عبث لأنه لا الغرفة الأولى لا الغرفة الثانية عندها صلاحيات وتمارس في رقابة على الحكومة ولا على رئيس الجمهوري وهو معناها تتمحور عنده القرارات الكل وبالتالي يكون من قبيل العبث فقط أنه البناء النظري عنده هو أنه معناها الجهات تمثلت ومصالح الأقاليم تمثلت وبالتالي ما هوش معناها كيقولوا أقاليم ما هيش هيكل جديد إداري ولا في التقسيم الإداري ولا السياسي لتونس فماش رئيس إقليمة فماش مبنى إقليمة فماش فقط أنه بش يعمل الحكم الشعب اللي حسب تصوره هو قاعدي وبحلي وجهوي مع الأقاليم الكثير تحدث عن غياب رؤية واضحة لهذا التقسيم وقد يخلق مشاكل اقتصادية في البلد أكثر مما هي موجودة هو هو الإشكال وين الإشكال أنه حدنا حد كيما قلت لك البناء النظري المشروع النظري في ذهن رئيس الجمهورية بش نقولوا هك الأقاليم تمثلت لا أكثر الأقال المثلة كلها سوريا من إليف إياه إياه وكيما قلت لك ما هوش مش يكون عنها رئيس إقليم إلا عنده معنى صلاحيات تنفيذية ولا معنى ما يشبه الفيديو لا فمشي من هذا الكل فقط في اقتراح المخططات التنموية والمشاريع التنموية اقتراح اقتراح الرئاسي ضروري يعني من إطلالة حول المعتقلين المعتقلين الرأي والسياسيين في تونس أمس دخل جوهر بن مبارك في إضراب عن الطعام صحيح بسألت المعتقلين وخاصة المعتقلين السياسيين هو جرح ينزف منذ سبعة أشهر مؤخراً وأمام كل هذه المظلمة التي تسلتت اختار الأستاذ جوهر بن مبارك منذ يومين الدخول في إضراب جوع للأسف أقول الأسف لأن الأستاذ جوهر حتى بنته البدنية ما تسمحش بذلك لكن نعرف أنه في كل النظالات في كل المقاومات فما شكل هذا معناها معركة الأمعاء الخاوية عندما طبعاً لا يبقى للقانون والحقوق والإجراءات أي معنى والأستاذ جوهر هو أستاذ حقوق وبالتالي يعني الإحساس بالضيم والظلم سيكون أكثر بالنسبة لي علماً أنه لم يقع سماعه إلا مرة واحدة عندما أصدرت فيه بطاقة الإداء وكانت الأسألة مبهمة ولا تؤدي إلى أي تصور للاتهام أو للشبهة التي تحوم حوله طيب هناك توفيق عمران الرسامة الكاريكاتورية تونسية المعروف يتابع قضائياً اليوم بسبب رسم كاريكاتوري اتهم فيه بأنه أهانى رئيس الحكومة وليس فقط الرئيس هو في الواقع صحيح يعني وقع إحالة والأخطر من هذا الاحتفاظ به لمدة قصيرة لكن وقع الاحتفاظ به ثم الأخطر من ذلك أنه نرسام كاريكاتور يعني كاريكاتور هي فن إذا كان نحب المبالغة في تصوير المساوة فهذا هي الكاريكاتور إذا كان بش نوليه فنان نعيطوله ونحطوله العمل الفني متاعه ونقولوله سين جيم معناها أشق صدت وعلاش وكيفاش واحد كما لو كان العمل الفني جريبا يعني ما عادش بش نحكيه لا على حرية رأي لا على حرية تعبير وهوني بالطبيعة كالعادة قيسس عيد اللي معناها عنا ثنائية متناقضة الحكومة أو الأجهزة متاع الدولة تعامل فيه ممارسة وهو في مجلس الوزراء يقول لا فليكن واضحا أمام الجميع أنه حق الحرية وحق الرأي ومعنى وزادها فتوى أخرى قال لك لا حق التفكير حق التفكير وبعض حق الرأي وحق التعامل يعني هو بالطبيعة معناها من كلام لا معنى له وصفصته من النوع الذي عودنا عليه الأسف رئيس أمر الواقع قيسس عيد دعنا أستاذ ننتقل إلى ضيفنا من مدينة درنع الليبيا لننتقل إلى الجارة الليبيا الدكتور محمد عبد المطلوب الشريف عضو تجمع الأشراف للاستقرار والسلام أستاذ أهلا بك حبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نترحم على أرواحنا أو أرواح نقول أرواحنا بالأحرى لأن فعلا ما فقدناهم هم أرواحنا وكانوا معنا وكانوا جيراننا وأحبابنا وكل كل شيء بداخلنا فترحم نترحم عليهم وأعزاؤنا فيهم أولا أنهم من الشهداء تفضل استيادة رحمة الله عليهم أجمعين وكان الله في عون الأحياء أستاذ عبد المطلوب أنت من درنا كيف هي درنا اليوم بعد مرور أكثر من أسبوعين على الفاجعة الحمد لله الحمد لله على كل حال هي كارثة وفاجعة بحق تنادى لها كل قوتنا في غرب البلاد أولا ونشكرهم يعلم الله أنهم كانوا تنادوا ليس لأجل الإسلام وليس لأجل التاريخ فتنادوا لأجل الأدمية ولأجل الأقوة ولأجل كل شيء وبغير ما حدا ما يحدث في ليبيا سياسيا لم يبالوا بأي شيء سياسي أو كان مثلا جراء المشاكل القديمة بين الليبيين لم يبالوا بأي شيء وتنادوا من الغرب والجنوب وإخوتنا في السرق أو في برقاب الأحرى برضو لم 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 يأتي منهم أي رد تفعل لغرض لغرض ما حدث من قبل من مشاكل وكذا بأن هؤلاء مثلا كانوا بل تنادوا أيضا واستقبلوا إخوتهم بكل حفاوة وهذا ما يعزين في شهدائنا في درنا أن الكل تنادى من جميع المناطق ليبيا وهذا هو عزاؤنا في درنا أنه من الشهداء وأنه قد يكون لم شمل في ليبيا فنقول أن ما يجري الآن في درنا هي فعلا كارثة إنسانية فتنادى لها جميع ما داخل ليبيا أو خارج ليبيا بغض النظر عن جلسياتهم بغض النظر عن كل شيء والحمد لله البداية الأمر كان صعبا وكان وهلا قوية الليبيين بصراحة في درنا بالذات كان صعبا فكانت الجثث متراكمة وكان يحتاج إلى تدخل دولي فعلا والحمد لله بعد أيام أو بعد أسبوع من الكارثة تغير الوضع نوعا ما كيف هو الوضع الآن يعني كيف هو وضع فرق الإغاثة وانتشال الجثة اليوم الحمد لله رب العالمين أفضل مما كان يعني درنا في استقرار بدأوا يشقون الطرق للتواصل بين غرب درنا وشرقها كانت في معذلة طبعا أنتم تعرفون أن السدود انهالت انهمرت بالكامل الجسور لحلقات الوصل بين شرب درنا وغربها لما يعرف للوادي درنا بجانب مسجد الصحابة والآن تواصل الناس بغرب درنا وشرقها رغم قليل من الزحمة ثانيا أن الإغاثات الحمد لله لا نقول إغاثات ولا نقول إعانات نقول أنها تنادي من أخوتنا يعني أنا أمبذ هذا الشيء إنها إغاثة أو شيء فتنادي لأخوتنا لأخوتهم بأن الأمور على ما يرام ولو بالنسبة 80 أو 90% الحمد لله يعني الأشياء الأساسية للإنسان أو الأكل المأكل والمشرة الأخاصة مثلاً الدقيق فهمت الموجود في كل مكان المخابس مفتوحة الأسعار بر أقل من المتناول بل يعني الإعانات أو الأشياء المسألة التي أتت من الغرب وأتت من الجنوب نعم متواصلين الناس بتقسيمها على من يستحقها والحمد لله الأمر أصبح يعني أقل من الوهلة الأولى الحمد لله طيب الحديث كان حول إعادة الإعمار برأيك أستاذ أنت من مدينة درنا كم يلزم من الوقت حتى تعود درنا إلى قد لا نقول إلى أولها لكن على الأقل أن تجمع أنفاسها درنا أقول لك أن نحن فقدنا التراث فلا يمكن إرجعه زي المدينة القديمة وكذلك فقدناه وبصدق يعني حتى لو رجع حيرجع وتراث من التاريخ لأدرنا مدينة من قبل من ثلاثة ألاف سنة أو أكثر فهذا لا يمكن إرجعه لكن أن نكون متفائلين يمكن إرجع الشيء مودرن أو جديد فهمتني في البناء اللي هو البناء الحديث حيكون يتطلب إذا كانت بدأوا الشركات من الآن يعني من الآن حيأخذ ممكن يوصل سنتين أو ثلاث سنوات نعم فهمت إذا كان إذا كان بدأ من الآن إذا بدأ من الآن من الآن ممكن يوصل سنتين أو ثلاث سنوات إن شاء الله تعود درنا بهلتها جديدة أو بشكلها الجديد درنا مدينة جميلة تقع على البحر المتوسط درنا مختلفة العناصر التركيبات يعني أتجل جميع التركيبات أنا أسكن في درنا أنا من الأشراف أنا طبعاً أمثل التجمع الأشراف للسلام والاستقرار بجنبي بجانبي العوامي يعني قبيلة العوامي بجانبي قبيلة واحد من قبيلة العبيدات مقابل لي قبيلة من قبيلة مصراتة بجنبي الآخر قبيلة زليطن فكلنا نشكل منظومة واحدة في سيفساء جميلة يعني لا نستطيع أن نقول درنا مدينة فقط كمدن ليبيا لا هي متنوعة في الثقافة متنوعة التركيبات وهذا ما جاء لدرنا يحل جميلة في نفسد ليبيا نعم انقطع الخط في الجملتين الأخيرتين ابقى معي أستاذ محمد سأعود ليك ثم فاطر رح السؤال حول درنا دائما أستاذ بيسراتيكا محامي وحقوقي ونشط حقوقي تحركت دعاوى قضائية ضد 16 مسؤول بخصوص ملف درنا وانهيار السبدين هناك من قال يعني أن الأمر مسألة طبيعية والطبيعة من قامت بدوريا هنا لكن هناك من يتهم مسؤولين بعدم أو بالإهمال فيما يخص سد درنا كيف أو ما هو الإطار القانوني قراءتك لهذا الإطار القانوني في هذا ملف شكرا هو بعد الترحم على إخواننا في درنا والتعبير عن التضامن التام مع المتضررين من إخواننا في درنا واللي الحقيقة كامل المغرب العربي يجب أن يتدعى مش لخيان في الشرق والغرب فطبعا من ناحية قانونية هناك ثلاث مستويات على الأقل المستوى الأول كنت أشرت إليه وهي المسؤولية حول سيانة السدود وبالفعل كانت صفحة النايب العام أعلنت عن تحقيق غد 16 مسؤول وقد أوقف ثمانية مسؤولين هذوم المسؤولين عن مراقبة وسيانة السدود وخاصة سد ودي درنا وسد المنصور أبو منصور عفوا ثم تبين أن الإشكال متع السدود لا يرجع إلى معنى مدة قريبة منذ سنوات كانت هناك تقارير خبراء تقول أن ها السدين لا يستطيعان أن يصمد أكثر وقت وليست مشكلة ميزانية لأن الميزانية قد رسدت وهذا يشير إليه بيان النائب العام هناك ميزانية قد رسدت بل ووقع التعاقد مع شركة أسيل التركية بين شركة أسيل والهيئة العامة للمياه منذ سنة 2014 يعني منذ سنة 2014 الميزانية مرصودة الإشكال محدد ولم يقع السيانة كذلك تبين أن هناك دول محاسبة الليبي قد أحال إلى النائب العام سنة 2021 شكاية في عدد مسؤولين في هذا القطاع بتهمة عدم التبليغ في المادة 255 قدر العقوبات الليبي وبالتالي فهناك مسؤولية جزائية وإدارية في جانب عدد من المسؤولين وقع إيقاف ثمانية منهم حسب بلاغ النائب العام هذا مستوى أي المسؤولية الجزائية والإدارية المستوى الثاني هو التعويض وقبل التعويض فما جانب آخر في المستوى الجزائي هو سلوك السلطات القائمة في درنا قبل الكارثة يعني قبل الكارثة كانت السلطات وعيوظا أن تعد مشروعا أو برنامجا للإخلاء والإجلاء لتفادي سقوط أرواح بشرية اتخذت قرارا بحظر التجوال أي أنهم ألزبت السكان أن يبقوا في على مكانهم وطبعا هذا ما أعطى للكارثة هذا الجانب الكمي المرعب وطبعا هذا كذلك له تدعيات على مستوى المسؤولية الجزائية وكذلك السياسية لأننا نعرف أن ليبيا فيها حكومتين حكومة شرق وللأسف حكومة نصل للتعويض هو إذا كان اعتبرنا هذا ما وقع كارثة طبيعية فما قرار مجلس وزراء 184 2012 يقره تعويضات للمواطنين عن الكارثة الطبيعية لكن في ذوق ما أشرنا إليه ما هو طبيعي هو جزء وبالتالي يأما سيقع الذهاب إلى التقاضي العادي أو فما لجنة إعادة الاستقرار لأعمار المدينة درنة هذه لجنة أقرت أخيرا هذه الأيام من مجلس النواب وصرح حكومة الشرق الغير معترف بها دوليا أنها ستنظم مؤتمرا دوليا لجمع الإعادات ووضحها في هذا الصندوق الأعمار هل هذا من قبيل صرف النظر عن مسؤوليتها فيما حدث أم لا كيف وستتفعل المحاكم الليبية والحكومتين الليبيتين ومعهم مجلس النواب مع كل هذا هذا ما سنراه معناها لاحقا طبعا نحن الآن ما زلنا تحت الصدمة وما زالت الأمور الإنسانية هي التي تغلقها أهم بالفعل لكن هذا ما ينفيش أنه فما تحركات قضائية وطبعا من نجمه كان ثمنوها لأنه تعرف أنه في العالم العربي الكل فما هالكارسة متاع عدم المسائلة والإفلات من العقاب أستاذ محمد أنت معنا أستاذ محمد سؤالي لك والمواطنون تظاهروا في درنا يعني مؤخرا تظاهروا بشكل كبير من أجل المطالبة بالمحاسبة هل تظن أنه ستكون هناك محاسبة وهل هناك جريمة حتى يحاسب عليها أولا التظاهر أنا كنت في المظاهر أنا شخصيا وهي مش تظاهر بالأولى هو كان بيان يراد به وضع النقاط على الحروف بيان فمن كثرة الحشد فصمي بالمظاهرة البيان لقيا ألقيا بالتالي أنه يجب أولا تحق آل أستاذ محمد أستاذ محمد الخط ينقطع معكم أستاذ محمد تفضل سوف أعيد كلامي على البيان مظاهرة ولكن بيان والبيان قرئ وانتشر على التواصل الاجتماعي بالصفة عامة أن أولا يعادة النظر في 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 المحافظة أو أعضاء المحافظة بحق الإهمال وهذا شيء سيأخذ القانون مجره ومشي فيه القانون لأن المحام العامة في بنغازي قام بتضعف التحقيقات والآن بالصراحة والذي ما لا زال بصدد التحقيقات لا زال موجودا ثانيا طلب للمواطنين أن يكون إعمار درنة تحت إشراف شركات أو على يد شركة نبيا أو دولية لأن ما حدث في درنة في السابق كان بشركات الإعمار كان بشركات ليبية وليس طعام بالشركة ليبية ولكن تنقصنا الموضوع كبير أكبر من شركة كبير لليبية فينقص من خبرة فأنت لما تجيب لشركة دولية قائمة تقوم بكبار في مصر أو في اليونان أو في فتقارنها بشركة ليبية مبتدئة فيكون الموضوع فرق بصراحة فمن حق المواطنين أن يطالوا بشيء منتوجة أخوى ومنتوجة أسرع وثمر فهذا كانت ليست مظاهرة ولكن استبيال ومطبوق الخطي القطع للأستاذ محمد عبد المطلوب أستاذ المكالمة تنقطع لكن وصلت الفكرة كانت مطالب أكثر ما هي مظاهرة للمطالبة بالمحاسبة بل هي كانت مطالب لإعادة إعمار درنة بشكل جيد الدكتور محمد عبد المطلوب الشريف عضو تجمع الأشراف والاستقرار والسلام كنت معنا مباشرة من مدينة درنة مشكور شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم بلغيت المحامي والناشطة الحقوقية شكرا لك على قبولك دعوتنا لحلقة اليوم من حديث الجيران مشاهدين شكرا لكم على حسن متابعة حديث الجيران على قناة 22 شكرا لقسم الإخراج شكرا لقسم الإخراج شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة